مؤسسة كرامة بالتعاون مع مديرية زراعة السويداء وعدد من المتطوعين بدأت حاملة غرسة أمل التي تهدف لإعادة تشجير المناطق التي تم قطعها خلال السنوات الماضية حيث تهدف الحملة التي انطلقت من منطقة سد العين إلى غرس مليون شجرة في محافظة السويداء ومن ثم الانتقال إلى باقي المحافظات السورية لزرع عشرة ملايين غرسة وإعادة الغطاء الأخضر للمناطق التي تعرضت للقطع الجائر خططنا هذا العام لزراعة حوالي 200 هكتار من الأجرال الحراجية 50 هكتار بمنطقة سد العين الموجودة هنا فيها حاليا و150 بمنطقة أم الرمان وكان مفترض بدأ الحملة تكون من أم الرمان طبعا لكن ظروف جوية وبعد موقع التحريج عن المواصلات في صعوبة أجرناها لبعد الانتهاء من سد العين هذه الحملة نزرع فيها 200 هكتار كل هكتار بيستوى حوالي 300 تجرة حراجية على الأقل طبعا غرزة أمل عنوانا يمكن بيوضحها نحن بنا نزرع الأمل بنفوس كل الناس نكون كنا مع بعض إيد وحدة غايتنا طبعا أول غاية نحن نزرع ثقافة الشجرة والغاية الثانية هي التعاون والمشاركة نكون كنا إيد بإيد نرجع نعمر ونبني ونزرع الشجرة حياة الشجرة منتنفس منها الشجرة هي كل شيء بالحياة يعني هي بتجرب الأمطار بتجرب الرياح بتعطي خضراء بتعطي الصيف ورتوبي بتعطي كل شيء حلو عم نزرع لحتى نجدد الأمل بالبلد ومثل ما في إيد عم تقطع بهاي البلد نحن عم نرجع نعمرها من أول وجديد نحن هلق عم نقدم هذا الشيء ومن منه يستفيدوا منه أولادنا بالمستقبل يعني ممكن ما نشوف هالشجر على المدى القريب بس نحن نشوف أولادنا بكرة عم يطلعوا سيارين عم يشوفوا غطاء أخضر سويدا كانت معروفة بأحراجة ومنطقة الخضر الكبيرة بس بسبب ما ضعاف النفوس روحوا هاي البنية اللي كانت مشهورة فيها سويدا شعب السوري شعب بناء شعب معطاء بحب يبني الحياة بحب يجدد كل شيء أهم شيء بالحياة هو التجديد والتغيير ونحن كلنا جينا إيد وحدي لنرجع نجدد الأمل صرنا زرين أكثر من 25 ألف غرسي بمنطقة عبد مار والعين ورحنا صوب كافر اللحف طبعا كان فيه معنا أصدقاء السنديان بعدنا متابعين مع الأستاذ مفيد إكرامي اللي قام بحملة المليون شجرة وإن شاء الله فيه عنده خطة لتكون 10 مليون شجرة بكل أدحاء هذا الوطن لأنه لازم يعرف الكل أنه هذا الوطن للكل المجتمع المحلي في السويداء وبالتعاون مع الجهات المعنية يقومون بكل ما يلزم لإعادة ترميم ما تم تخريبه على أيدي الخارجين عن القانون وذلك من أجل النهوض بواقع المحافظة والحفاظ على جمالها ورونقها خاصة أن محافظة السويداء فقدت خلال الأعوام الماضية ما يقارب الـ 600 هكتار من غابتها التي كانت تتميز بها ترجمة نانسي قنقر